أظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل فهودا مفترسة داخل سيارة سياح خلال رحلة سفاري في تنزانيا السياح كانوا يحاولون اللحاق بمجموعة سياحية أخرى وفجأة اعتلى فهداني متن السيارة وبدأ الثالث بالتجول حولهم ووفقا لصحيفة دستار الكينية حاول السياح عدم إظهار خوفهم كما قام السائق بتدريب السياح على كيفية التنفس الصحيح لعدم إثارة انتباه الفهود ومن حسن حظ السياح أن الفهود غادرت السيارة بعد دقائق قليلة ولم يتعرض أي منهم للأداء